موسيقى كما أكدت وزارة الداخلية أن الشخصين المعنيين هما نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيرة والإطار الأمني فتحي البلدي كما أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها تقرر إنهام مفعول لقرار الإقامة الجبرية المتخذ ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاءة ماما ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية وذكرت وزارة الداخلية أن الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارات والإقامة والرعاية التبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية تبقى لتقارير تبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية